اشتركوا في القناة أصحاب السعادة الحضور الكريم أسعد الله صباحكم جميعاً بكل الخير ويسرني أن أرحب بكم جميعاً أجمل ترحيب في مستهل أعمال الدورة السادسة من المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية التي تنعقد تحت عنوان نحو إطار متكامل للتخطيط والمسؤولية وفي البداية أود أن أتوجه لكم جميعاً بالتهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات كما أرحب بالدكتور علي آل إبراهيم والدكتور سيف الحجري من الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على تكلفهم مشقة السفر والمشاركة معنا في هذا المنتدى الهام الحضور الكريم لقد قطع هذا المنتدى أشواطاً كبير في تبيان استراتيجية وأسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذلك المشاريع ذات الصلة بالمسؤولية الاجتماعية والجهود المبذولة من أجل تعظيم عائدات الاستثمار الاجتماعي سواء على مستوى الشركات أو المجتمعات المحلية ولذلك وفي الدورة الحالية نسعى إلى مواصلة السعي نحو وضع إطار متكامل للتخطيط والمسؤولية بما يحقق النفع العام ويتماشى مع التحديات والتطورات التي نشهدها على الساحة المحلية ينعقد منتدانا بعد يومين من الاختتام الناجح للملتقى الوطني الأول معا نتقدم والذي أقيم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو والسيد ذيزن بن هيثم بن طارق آل سعيد الموقر وزير الثقافة والرياضة والشباب وهو الملتقى الذي شهد مشاركة واسعة لمختلف فئات المجتمع وطرح فيه العديد من القضايا والموضوعات والتي أكد صاحب السمو أنها محل اهتمام وتقدير لقد مثل هذا الملتقى نموذجا رائعا للشراكة التي نتحدث عنها دائما سواء عبر هذه المنصة أو مختلف المنصات الأخرى من منتديات ومؤتمرات إذ أن الشراكة الحقيقية تتجسد في جلوس كل من المسؤول والمواطن على مائدة نقاش واحدة لاستعراض أبرز القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك لا سيما من جانب المواطن والعمل سويا على تنفيذ الحلول والإجراءات الناجعة التي تكفل تحقيق الأهداف في خطوة تبرهن على أن مشاركة المواطن في عملية صنع القرار وتنفيذه جزء أصيل من مساعي إنجاح العمل ونيل ثقة ورضى جميع الأطراف خاصة عندما نتحدث عن قضايا حيوية واستراتيجية تمس حياة المواطن اليومية ولذلك فإن انعقاد المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية في ظل هذا الزخم الحاصل في المجتمع يكسبه أهمية مضاعفة تلقي على عاتق المشاركين فيه مسؤولية أكبر تتمثل في طرح الأفكار المبتكرة وغير التقليدية لتنفيذ حزم المشاريع الاجتماعية التي يأمل ويتطلع فيها المجتمع وتسعى الشركات لتنفيذها التزاما منها بقيم ومبادرات المسؤولية الاجتماعية ولا ريب أن الدور الإيجابي الذي تسهم به مثل تلك النقاشات والأطروحات تدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن الحكومة الرشيدة تسعى جاهدا من أجل فتح قنوات اتصال مباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم ترسيخا للجهد المتواصل لإشراك المواطن في مسيرة التطور والتحديث كما أننا نتطلع وبتفاؤل كبير إلى صدور قانون منظومة الحماية الاجتماعية في القريب العاجل إن شاء الله الحضور الكريم إن استمرار الجهود التنموية المختلفة في شتى القطاعات سواء من جانب الحكومة أو القطاع الخاص يقودنا للحديث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية حيث لم يعد يقتصر هذا المفهوم على المشاريع ذات الأثر المحدود ولكن يتعداه إلى الإسهام في طرح المبادرات الخلاقة التي تقدم أفكارا مبتكرة تساعده على حل التحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية وهذا لا ينفي إطلاقا الجهود الحثيثة التي تبذلها شركات لها باع طويل في مجال المسؤولية الاجتماعية مثل شركة تنمية نفط عمان وعمان ألنجي والبرواني وغيرها يعني ولكن ما نطمح إليه في هذه الفترة يتعلق بالمبادرات الطموحة التي تستهدف قطاعات أوسع من المجتمع لكننا نرغب ونهدف في هذا السياق إلى تصليط ضوء كاشف على قضية المبادرات الخلاقة لا سيما في قطاعات ترتبط ارتباطا مباشرا بجهود الحكومة في ملفات حيوية مثل التوظيف وتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وإنشاء المشاريع الخدمية وتطوير المجتمعات المحلية وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك من مبادرات نوعية تتجاوز الحدود التقليدية لمشاريع المسئولية الاجتماعية وتنتقلها إلى آفاق أرحب من دعم جهود الدولة في تنفيذ الرؤى والخطط الاستراتيجية لا سيما تلك المرتبطة بالرؤية المستقبلية عمان 2040 ولذلك تتزايد أهمية التحول من نموذج المسئولية الاجتماعية التقليدي نحو نموذج آخر أكثر ابتكارا يرتكز على المسئولية التنموية فبدلا من وضع مشاريع المسئولية الاجتماعية في صورتها النمطية ضمن إطار العمل الخيري أو التطوعي أو تحسين السمعة يتعين على المؤسسات تبني نموذج الشراكة الحقيقية في التنمية من خلال التوسع في المشاريع التي تحقق العائد التنموي المأمول وتخدم أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع لا أن يقتصر النفع على شخصية أو مجموعة أو حي منطقة بعينها بل أن يكمل الإسهام الاجتماعي التنموي في غاياته شاملا في نتائجه يعني الفكرة التي نود أن نطرحها هناك فرق طبعا ما بين أن نكون مبادرين بشكل سريع جدا الحكومة والشركات الكبيرة كما تعلمون تأخذ وقت حتى تصدر قرارات أو مشاريع حتى تطلع الميزانية وتعتمد وإلى آخره لكن نحن في المجتمع المدني يمكننا أن نقوم بمبادرات سريعة جدا لأن العالم من حولنا صار يسرع بشكل كبير جدا وخاصة في تمكين الشباب يعني إذا كان عندنا موارد بشرية وعندنا في ذات الوقت عن مسألة الباحثين عن عمل كيف نطرح برامج سريعة نحو تأهيل وتمكين الشباب خاصة في مهارات القرن الواحد والعشرين يعني ماذا لو كان في مبادرة قريبا حول كيف ندرب الشباب على تشات جي بي تي على سبيل المثال هذا يعني الذكاء الاصطناعي يمنح فرص كبيرة جدا للشباب فما يصير إحنا نجلس ننتظر خريجينا ينتظروا في البيت وفي فرص يفتحها آفاق كبيرة جدا الإنترنت والجيج إيكونومي وغيرها من مفاهيم يحتاجوا قليل من التدريب والتأهيل والتمكين بحيث يملكوا الثقة أنه يطرحوا مهاراتهم في سوق مفتوح جدا تمنحنا إياها الإنترنت هذه هي الفكرة التي أقولها أننا بحاجة إلى مبادرات نوعية وفيها شوية ابتكار وفيها سرعة وفيها مواكبة لما يحدث حوالينا في العالم أيضا من ابتكارات لها علاقة بالثورة الصناعية الرابعة إن الحاجة تتعاظم لمزيد من الاستثمارات التنموية للشركات لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهذا يستدعي وضع أطر عمل وقواعد حاكمة لمثل هذا النوع من الاستثمارات ولقد ناقشنا في الدورة الأولى من هذا المنتدى إصدار ميثاق وطني للمسؤولية الاجتماعية وها نحن اليوم نواصل المسير ونتطلع لإطلاق معايير حاكمة لها من خلال حوكمة الاستثمارات المجتمعية للشراكة عبر تبني مجموعة من المفاهيم والتطبيقات على رأسها الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل والشمولية ومن هنا تتزايد الحاجة إلى إطلاق مؤشر أداء لقطاع المسؤولية الاجتماعية بهدف قياس مستويات الأداء والخروج بنتائج تسهم في تطوير العمل التنموي وتنويعه وتوسيع دائرة المستفيدين منه كما تؤكد على ضرورة البناء على ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة بما يضمن صياغة ميثاق لحوكمة المسؤولية الاجتماعية في عمان مع العمل على تقديم امتيازات وتسهيلات للشركات الملتزمة بهذا الميثاق صاحبة السمو والسيدة راعية انطلاق أعمال هذا المنتدى الحضور الأعزاء إن المتغيرات التي تحدث من حولنا والتحديات الاقتصادية المتصاعدة على المستوى العالمي وتأثيراتها علينا محليا هنا في عمان تفرض علينا جميعا ترسيخ مفاهيم الشراكة وتأكيد مبدأ تضافر الجهود وتكاتف مختلف المؤسسات العامة والخاصة من أجل الوصول إلى النتائج المنشودة وإنني لأنتهز الفرصة كي أدعو جميع الشركات إلى التوسع في مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذا للتوجيهات السامية في هذا الصدد ومواكبة لمستهدفات الرؤية الوطنية المستقبلية عمان وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بوافر الشكر والتقدير لصاحبة السمو السيدة حجيجة بن جيفر آل سعيد الموقرة على تفضلها برعايتها الكريمة لأعمال المنتدى والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية كما أتقدم بالشكر إلى المشاركين الذين سيقدمون أوراق عمل وتجارب متعددة تسهم في إثراء أعمال الدور السادسة من المنتدى والشكر أجزله إلى الرعاة والداعمين الذين أسهموا في إنجاح أعمال هذا المنتدى وفقكم الله جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا